قال وزير البترول وثروة المعدنية المهندس طارق الملة ان استراتيجية قطاع البترول لتطوير صناعة التكرير ترتكز على عدة محاور رئيسية من اهمها ازالة الاختناقات في معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الانتاجية وانظمة العمل والامان والسلامة وتطوير الانظمة الوقائية المطلوبة لحماية البيئة وشدد خلال الجمعيات العامة لشركتين السويس تصنيع البترول والنصر للبترول شدد الوزير على اهمية التوافق البيئي لكي تتمكن الشركات من تحقيق خطتها الاستثمارية لافتاً الى ضرورة الاستمرار في تكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة في رفع معدلات الاداء مع اهمية وضع توقيتات محددة للمشروعات الجديدة المخططة حتى يكون هناك التزام واضح للانتهاء منها طبقاً للبرنامج الزمني الموضوع اشتركوا في القناة